يقول بأنه في شهر الصيام يكون في شهر تسعة أو عشرة فقط لأنه يأتي اسم شهر رمضان من الرمضان والصيام الحالي غير صحيح علما أن صديقي على خطأ لكن أريد منك التوضيح يا جلال بارك الله فيك ما في داعي إلا أن الإنسان يصغي لهؤلاء الملبسين والمخطئين ويعرض دينه لمثل هذه الأشياء أولا أخي الفاضل عندنا الأشهر القمرية الأشهر الهجرية نعتمد فيها على القمر ولذلك الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال جل وعلا والشمس والقمر بحسبان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بتحري الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولذلك طبيعي الشهر عندنا الهجر يكون ثلاثين يوم يكون تسعة وعشرين يوم ورمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال هذا هو شهر رمضان هذا هو شهر رمضان أما قضية أن بعض الناس يقول يلزم أن يكون رمضان في الصيف لأنه من الرمضان هذا غلط ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز حدود الله عز وجل وأن يعتدي على محارم الله ولذلك الله عز وجل هدد من تعدى حدوده سبحانه وتعالى بالعذاب ولذلك أخي الفاضل الإنسان ولله الحمد في عافية فلا يصغي إلى مثل هذه الأصوات النشانز والحمد لله الآن عمل الأمة منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة على أن شهر رمضان الشهر الواقع بين الشعبان وبين شوال وأنه يدخل بالرؤية ويخرج بالرؤية صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيته بارك الله فيك